بس يا كريم عندنا كمان كلام كتير جدا ومحتاجين نحن نعلق طبعا على المباراة وخلينا نقول ان احنا الحمد لله ختمنا موسم الدوري بالتتويق طبعا باللقب 43 يعني وخلينا نقول برضو ماتش كان يوم لأربع بس يعني اللي فات طبعا بس هي قلنا الكلام ده برضو قبل يا كريم المباراة لو انت فاكر قلنا هنا هي حتبقى مهمة كانت يعني مش سهلة أمام المصري ما كانتش يعني حاجة تعدي أو حاجة سهلة لا كان برضو ماتش قوي جدا على كل حال احنا كنا بنلعب بكل يعني الطاقة بتاعتنا حتى لو اننا ما كناش بنلعب الاساسيين بتوعنا لكن كان ماتش قوي وكنا ايليين برضو ان احنا هيبقى فيه يعني زي ما اتقال كده استعداد بشكل مختلف لانه مش معنى ان انت حتى الخسارة اللي كانت أو النتيجة اللي كانت أمام بيرميز ومش برضو مع فكرة ان انت دلوقتي حسامت الدوري ان انت خلاص تحس ان دي تحصيل حاصل ونلعب بأي شكل من الأشكال على كل حال كان طبعا الأهلي كان مركز بشكل كبير مهم جدا فانا تمنى ان شاء الله التوفيق في اللي جاي لكن انا مش عايزة ان احنا نزعل على اي نتيجة يا كريم لان انت مقدم موسم محترم بشكل كبير جدا بس هي نرجع ونقول ايه كعادة جماهير النادي الأهلي لا ترضى سوى بالفوز حتى لو البطولة درعمها تحسب أبناء بأسبوعين مثلا بس نقع يعني ايه نتعادل بتاعيه نخسر يعني جماهير النادي الأهلي وطبعا ده حق مشروع لان اكيد جماهير اي فريق في الدنيا بتبقى دايما حابة تشوفه في احسن حالته لكن احنا بشكل عام اكيد كلنا مبسوطين ومرضيين تماما بعودة درع الدوري لمقره الطبيعي ومقره الدائم فيه بدولات بطولات النادي الأهلي فطبعا دي بحد ذاتها اكيد حاجة تبسطنا كلنا طبعا كان فيه كمان مجموعة من نقدر نقول عليها ايه المكاسب من المرشوات اللي فاتت خصوصا فيما يتعلق به التبديلات المستمرة اللي كان بيعملها دايما كولر ويمكن ما اتفاجئناش بمستوى عناصر الشباب والناشئين لكن يعني لان كلهم الحقيقة كانوا بيتبادلوا الاطوار وكانوا دايما بيبقوا متواجدين بشكل او باخر في المباريات على مدار الموسم بشكل عام كلمة حق لازم تتقال معظمهم عناصر مميزة فعلا لكن اكيد محتاجين يبزلوا مجهود كبير عشان يقدروا يحجزوا لنفسهم مكان في الفريق الاول بعد كده عشان كده لازم الكل يتعامل بمنتهى الجدية مع كل المباريات لان اي لعب بينزل ماتش بيمثل نادي كبير زي النادي الاهلي بيشجعوا الملايين في كل مكان الملايين دول مش مستنين غير حاجة واحدة مستنين يشوفوا من اللاعب ده افضل ما عنده لإسعاد الجماهير والاهم كمان من إسعاد الجماهير عشان حتى يبقى فيه منطق حضر ومتحقق فكرة ان لعب لا بستشيرت النادي الاهلي ماينفعش يبقى اللاعب ده مشكوك في جودة لعب ده بستشيرت النادي الاهلي معناها انه جاهز وكف في اي زمان وفي اي مكان وده اللي احنا مستنينه من الجيل الجديد ان شاء الله من لعبة النادي الاهلي كلام محترم جدا